أعلنت الحكومة أنه يتم حالياً الانتهاء من تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرمائية على نهر روفيجي بدولة تنزانيا وخلال اجتماعين لمتابعة سير العمل بالمشروع والذي ينفذه التحالف المصري لشركتين المقاولون العرب والسويدي إلكتريك أكد أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشيربيني أكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى مشدداً على أنه تم متابعته بشكل دوري من الرئيس السيسي من أجل تحقيق تنمية للأشقاء في تنزانيا